في هذه الفقرة معنا ضيف هو محمد البلوشي وهو أحد أعضاء مجموعة بادر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واللي راح نتعرف معاه على هذه المجموعة مجموعة بادر وفعالياتهم اللي عندهم فعالية راح تقام غدا وهي حلقة نقاشية وهي الأولى لمناقشة مشاكل وحلول المبادرين وذلك في مجلس الأمة تحت رعاية السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وبحضور وزراء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة حياك اللي محمد معنا الله يحييك إن شاء الله مساك الله بالنور يا مرحبا موفقين إن شاء الله يا رب بداية المحمد كلمنا ما هي مجموعة مبادر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة طبعا مجموعة بادر شباب كويتي متطلع عندها طاقة إيجابية كبيرة يريد يخدم لكويت القروب اللي قاعد نشتغل فيه تعرفنا بشكل عشوائي على بعض كانت بدورة كوفمنت اللي كان مقدمها صندوق الوطن المشارع الصغيرة بعد ما قدمنا خلصنا ننجزنا هذه الدورة حاشتنا بعض المشاكل والتديفة تجمعنا عن طريق الواتساب كنا طبعا قروب كبير تشكله تقريبا أربع ثمان قروبات لين استغرنا عن القروب الصغير هذا الخمسة واشتقلنا تقريبا خمسة شر خمسة شر وقت طويل يجمع كمية كبيرة من المعلومات عن المشاكل التي تواجه المبادر وحطينا لها حلول مماثلة طبعا مجموعة بادر يعني لا تنتمي لأي ناس لأي أشخاص كويتيين أمية بالمية الله يسر وهل لازم اللي ينتسب لكم يكون صاحب مشروع نعم مشرط أن صاحب مشروع أن المبادر داخل صندوق الوطني ولكن لنا هذا اختصاصنا ما هي المشاكل التي تواجه المبادر أي إنسان مبادر سواء يفتح بيزنز أي إنسان يعتبر مبادر سواء كان تبع صندوق الوطني المشاريع الصغيرة أعمال الحرة بالإنستغرام بأي شيء أوه مبادر بالأول والخير هذا هدفكم وهذا مبدعكم وش نسالفت بنك المعلومات الاستثماري هذا بنك المعلومات اكتشفنا نحن بالكويت موجودة لبنك المعلومات ولكن يفتقر حق شنو؟ يعني يفتقر عن المعلومات مثلا نقول مثلا معلومات 2016 كمية التراخص الفعلية شيء قال ابنكويت بسبب ما في تكنولوجيا نستخدمها اليوم أن تشوف كم رخصة تجارية كم مثلا بقالة لحصة طعام كأحصائيات نعم بنك المعلومات يتيح حق المبادر شنو المجال الأفضل أنك أنت تاخذه ونديش عن طريق المشروع شنو المشروع اللي يناسب الدولة للسوق العمل شنو يناسب مثلا سوق الإماراتي أو سوق الأمريكي مفتوح أي واحد يقدر يقدم فيزا ويروح يسافر هناك ويبسث ماراته ويدش ويشتغل أرض خصبة نحن أرض خصبة وقوية ولكن هناك في معوقات بسيطة الناس تقول هنا معوقات كبيرة بعد البحث رأينا معوقات جدا بسيطة بسيطة؟ بسيطة نعم جدا بسيطة يعني لما الإنسان يذهب إلى معاملة بدلا أنا أدق سيارتي سلف وروح وسوي زحمة بالطريق وروح الأنطر دور من ساعة ثمان الصبح ليه ساعة ثنعش ليه ساعة ثانتين والورقة هذا الضيء وهذا وتعال أطبع وهذا مع الصب تعال والإنسان فيه إنسان بار فيه إنسان عصب وتصير مشاكل وتشوفهم القوانين الاعتدام الأمر كله بس دخول التكنولوجيا بالكويت تفعيل التكنولوجيا الحقيقية وهذا تم من فترة طبعا في المطلق الصدير تم ولكن بشي بسيط يعني إذا نتكلم عن غرفة التجارة نعم فعلا تقدم اليوم بعد ثلاثة يام تطالع بسأل عقد التأسيسي فقط بعنين تذهب تأخذ أوراقك وتذهب البلدية بنفسك وتذهب لملفك يعني نفس الدائرة نفس الدائرة ولكن تشوف مبادرة غرفة التجارة يشكر عليها ولكن اليوم احنا في شباب في طاقة في شباب كنت مبرمج يسوي حق شركات النفط وحق البنوك يعني البنك اللي انت تصل عليه سامعك محول الملايين يحول لك يا أونلاين وهو قع يخاطب دول بالمليارات نزل ناخذ برمجها هذه ونحطها بالنص ونجمع فيها جميع الوزارات وخلال دقيقة واحدة ونطلع رخصتها وصلها عن طريق البريد يعني أفكار حلوة يعني بفعلا انت شايف ان المعاوض الوحيد بالكويت لفتح التجارة او ان تكون تجارة مفتوحة هي التكنولوجيا التكنولوجيا الان انت سنقول مثلا واحد جاعد في امريكا ولكويت استراتيجيا منطقة جدا تجارية من زمان محمد انتوا الان قلت لي الفكرة هذه اللي بديقة واحدة تقرى طلع رخصة هل عندكم خطة حطيته آلية نعم تواصلنا مع شركات كبيرة مثلا انا سافرت دبي رحت مؤسسة محمد بن راشد شفت النظام عندنا شباب تواصلوا مع مثلا جمعية جمعية الأمريكية للمشارع الصغيرة شافوا النظام جمعنا النظام شفنا الامر جدا سهل انت عندما تحطي تكنولوجيا هذه وتسوي مثلا الويب سايت اساسا ستخلق وظائف جديدة وقعدتوا مع مسؤولين وزير تجارة أو رئيس مجلس الأمم ربعا وزير التجارة الله يعطي ألف عافية إنسان جدا متفهم إنسان يأخذ ويعطي خالد الرضان أعضاء لجنة بيع تحسين لأعمال جدا شباب يعني لما تناقش شاب يناقش شاب لما يكلم فاهمك فاهمك خلص لما تتكلم بلغة درمجية فاهم تتكلم بالماركتين فاهم لأنه أريدي مسافر بره وهو دارس بره فأنت لما تسول فاهم فهي تقبل فأنا أشكر وزير التجارة أشكر معالي وزير معالي رئيس مجلس الأمم رزوق القالم أشكر لجنة بيئة تحسين الأعمال أشكر صندوق الوطن المشاريع الصغيرة كالإدارة السابقة وإن شاء الله الإدارة الحالية يكملون مشوارهم بالتقدم إن شاء الله بإذن الله خلنتكلم عن غدا بإذن الله وفعاليتكم في مجلس الأمم إن شاء الله باتر المؤتمر غير شون المؤتمر المرة هذه في جميع ما تحتاجها تبيع أعضاء مجلس الأمم مشرعين ممثلينك موجودين تبي وزير التجارة موجود تبي وزيرة الشؤون موجودة تبي صندوق الوطني موجود تبي هيئات وقطاعات خارجية وأعضاء مجلس أمم موجودين تقدر تفتح وتتكلم ورح يعطيك الحل وبالنهاية يعني الميز إن شاء الله المؤتمر هذا أنه في مشاكل رح تطرح وحلول اللي إحنا قعدنا يمعها اللي درستوها اللي ذكرتها بعد إن شاء الله ممتاز وهذه بالأخير ستطلعون بتوصيات هناك توصيات موجودة إن شاء الله وللعلم أن خلال ثمانة شهر ترى اشتغلنا مع صندوق الوطني وغير وائد أشياء من لوائح الداخلية وقعدنا مع أعضاء مجلس الأمة وفي قانون الاثنين بلم يعني يخففون على المبادر وقعدنا مع الوزير هاد الرضان يعني في تقبل حق المجموعة هذه ليش إحنا العضو كمجلس الأمة والوزير ترى ناس هذيلي إحنا لما برا نسولف وإحنا قاعدين برا أول معاتب نعم بس لما نحن داوم عندهم وشفنا بعيننا قلنا نطلع نقول الله يعينهم معاين غير فعلا الله يعينهم يعني ضغط مطبيعي خمسين شخص ماسك قضايا دولة كاملة نعم إذن غدا متى الوقت خمسة ونص إن شاء الله نعم دعوة عامة دعوة عامة نعم دعوة عامة راح تكون جميع المبادرين طابة الجامعات راح يكون إن شاء الله موجودين وأي إنسان حاب يحضر إن شاء الله دعوة عامة بوابة رغم أربعة هي مفتوحة لأن يكون ولي الجمهور وما بعد الفعالية إن شاء الله ما بعد الفعالية هذه فيها المتابعة وعندنا إن شاء الله مجلة راح نصدرها إن شاء الله فيها المشاكل والحلول والنتائج ما بعد هذا المؤتمر يعني إحنا راح نضل نراغب ونكتب وراح نساعد إحنا حلقة وصل بين جميع هذه الجهات نبي نخدم يعني اللي بيدنا راح نقدم إن شاء الله إن شاء الله إذن الله أنت محمد شنو حلمك كمبادر حلمي كمبادر حلم كأي شاب كويتي أو أي شاب بالعالم هذا يريد أن يقدم هاليوم رخصتها ما ترطلعها يريد أن تكنولوجيا المعينة لا يرى مثلا رخصة محكورة على شخص فلان أو الوكالات المرحلة يريد أن يطور البلد افتحونا إياديكم نحن نكون وياكم ساعدونا نحن ساعدكم بس افتحونا الببان ما نبي شي ونعطيكم الطاقات الموجودة عندنا بعد غدا الباب مفتوح على مصرعيه ما بين مجلس الأمة والوزراء سيكونون موجودين أعتقد فرصة جميلة أنتم تطرحون كل شي موجود في بادسهم وبإذن الله يتم الاستماع إلى كل ما تطرحون يعطيكم العمل الله يعافيكم موفقين وهذا دائما عشمنا بشباب الكويت ونبي فعلا المتابعة بعد الفعالية التي ستقام غدا نبي كل الشباب يقدرون يشاركون في الفعالية هذه قصرت عضو مجموعة تبادر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما قصرت الله يسلامكم واصل وردي لكم أيضا بضيف آخر